أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كودستان قباط طلباني أعلن عن بدء الإقليم بتنفيذ مشروع الإصلاح مؤكداً أن الإصلاحات التي بدأ العمل بها جذرية وليست شعارات وقال طلباني في مؤتمر صحفي عقده مع السفير الأمريكي دوكلاس سليمان إن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عاملاً مهماً لدعم الإصلاحات التي تجريها أربيل وأيضاً تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين مؤكداً أن الإقليم لا يريد تطبيق نظام لا مركزية في إدارة الدولة